فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار إلى الإبانة روى المصنف بإسناد فيه ضعف عن يوسف ابن أصباط يقول أصل البدع أربعة الروافد والخوارج والقدرية والمرجئة هذا قول المبارك أيضا قال خمسة والمرجئة ثم تتشعب كل فرقة ثمانية عشرة طائفة فتلك اثنتاني وسبعون فرقة والثالث والسبعون الجماعة التي قال رسول الله إنها الناجية وهذه الجماعة كما قلنا من كانت على الكتاب والسنة من كانت على الحق هذه الجماعة كما قال ابن مسعود أنت الجماعة وإن كنت وحدك لما فرج الله الكرب وأزال الهم لما أنت حزينه نحزنه لحزنك لما الجبرية ليس من أهل السنة والجماعة بل من أصول أهل البدعة والضلالة الإشكال عندك أنك أنك تتخلف كثيرا يا عبد الله يعني الجمع بين عدالة الصحابة قول الله عز وجل ومن أهل المجددين ما رضوا على النفاق لا تعلم لا 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 معارضة المقصود بالصاحب هو الذي آمن بالنبي والمنافقون لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فليسوا بصحابه فلا معارضة التزكية وعدالة الصحابة من فوق سبع سماوات الصاحب الذي آمن بالنبي صحابه وآمن بي أما هؤلاء رأوا نبيك على كفر إدمار كفر لم يؤمنوا بالنبي حقا فليسوا بصحابه لكن أنت تتخلف كثيرا يا عبد الله غفر الله لك ولد الله عنك أبا سمية أردت نسبة لك في بنتي مسرين دعاية صغيرة في السن أليس لها أن تواصل في الجنائز عندنا في الجزائر في معتم من المغرب العشاء ما فهمش الكلام يا نصر تريدني أسمعها يعني ولا ماذا إن أردت ذلك فهحي هلا رهن إشارتك نعم نعم الجهمية ضالة والجبرية ضالة والمرجئة ضالة الله المستعين قال أصول البدع أربعة يعني أصول أهل البدع أربعة ذكر الروافد هؤلاء كفره أنا أدين الله بأنهم كفره هؤلاء الذين شوفوا انظروا ماذا يقولون هؤلاء الذين يكفرون أبا بكر وعمر يتهمون عائشة رضي الله عن أرضها في راشد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون القرآن غير مكتمل يقولون الصحابة كفر وكانوا يقاتلون على لعاعة الدنيا اليوم فقط وضع الاختبار في الصفحة ما أدري هل وضعوا أم لا المشرفون فقط ولكم الإجابة بعد ذلك حتى بالتعاون على البر والتقل وأؤلاء يرون أن علي بن أبو طالب يقول لشيء يكون فيكون وأنه لا مرور على الصراط إلا بهم وأن من زار قبل الحسين له كذا وكذا من الحج وأيضا هو شفيعه يوم القيامة لا والله ما قرأت سؤالك أنا بمر على كل الأسئلة وأجيبها آه نعم هذا السؤال ما مرتها الله سبحانه رضي الله من يشاء وهذه ما يشاء لو صاحة سؤالي هل الأمر الاختيار لله المطلق العبد ولا يشترط أن يقول العبد العبد له فعل واختيار وإرادة العبد له فعل واختيار وإرادة لكن فعله واختياره وإرادته تحت إرادة الله جل في علاه هل يجوز أن تقول كلمة في المثال لا ليس لها أن تفعل ذلك ليس لها أن تفعل ذلك إذن أخي الكريم واختي الكريم أصل البدع أربع الرافض وأولا كفر الخوارج الخوارج اختلف العماء في كفرهم وأن قلت يا دين الله أنهم ليسوا بكفر لأننا علم الناس بهم وعليمنا بطالب حيث قال عاليدنا بطالب عندما عندما قيل لهم هم كفر قال لا من الكفر فروا قالوا هم منافقون قال لا المنافقون لا تذكرون الله إلا قليلا قال ما تقول فيهم قال إخواننا بغوا علينا الخوارج لهم سمات وصفات ستأتي من أصلب من أفسد خلق الله الخوارج من أفسد خلق الله حمل بهم الغلو إلى تكفير المسلمين وقتل المسلمين وطرق الكافرين وقد قال المسلم يقتلون أهل الإسلامي ويدعون أهل الأوساني لا والله ما ظهر لي ائت به الآن وأنا أجيب والخوارج كلاب أهل النار والخوارج قال فيهم يخرج من دقض هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ حناجرهم وقال لو أدرتهم لقضتهم وقتل عاد وقرم والخوارج من سماهم التحليق والخوارج لا يحترمون ولا يقدرون أهل الفضل كما دخل على النبي قال له يا محمد اعدل إنها قسمة لا يرد بها وجه الله لا يرد بها وجه الله نعم رأيت السؤال إن شاء الله أجيبه بعد الإجابة وقال وقال الخوارج والقضرية والقضرية هم المعتزلة الذين يقولون الأمر الذين يقولون الأمر أنف وأن الله ما خلق أفعال العباد المتقدمون منهم يقولون أنه لم يعلم شيئا حتى يعمل ولم يخلق شيئا وجعل العباد خلقين مع الله للي فعلها وهلا من أسوأ خلق الله مذهبا ولذلك الإنسان قال القضرية هي مجوث هذه الأمة لكن القضرية مجوث هذه الأمة ورد عن ابن عمر مرفوع المقفل ومرفوع ضعيف فهم يقولون بأن الله لا يعلم أفعال العباد ولذلك قال الشفعي خاصموهم فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا والمرجئة وأؤلاء أعوذ بالله منهم أؤلاء الذين يقولون إيمان جبريل كإيمان إيمان أحد الأمة كإيمان جبريل المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب فإيمان أحد الأمة كإيمان جبريل هؤلاء من أسوأ الناس بل هم أسوأ من القضرية بل هم أسوأ من القضرية إذا قال ثم تشعبت الفرق يعني ثمانية عشر طائفة فتلك أثناء اثنتان وسبعون فرقه والثالث والسبعون هي الجماعة والجماعة إن كنت على الحق إن كنت على الكتاب والسنة من القضرية إذن هذا التفرق تفرق على البدع والحذار من أهل البدع الذين انشطروا وهذا كما قال علماؤنا وقال ابن تميه هذا خول حزيفة قال البدعة تفرق والسنة تجمع البدعة تفرق والسنة تجمع نعم وروا المصنف بسنديه إلى عيوس بن أصباط قال سلامت علي وانتسبت إلي فقلت له يا أبا محمد إنك بقية أسلاف العالم الماضين وطبعا احترام أهل العلم والنظر أهل العلم ومعرفة قادر أهل العلم دا دين ودي أخلاقية نبيلة الذي لا يعرف قادر أهل العلم والذي لا يتفحه الأهل العلم هذا خبيث نفسي مغذول لذلك قال أنت إنك بقية أسلاف العلم الماضين وإنك إمام سنة وأنت على من لقيت حجة ولم آتك لسامة الحديث ولكن لا أسألك عن تفسيرها وقد جاء هذا الحديث نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة فأخبرني من هذه الفرقة حتى تتوقها فقال لي أصلها أربعة القدرية والمرجئة والشيعة هم الرافض خيابهم الله البنمج ستسعى في القواسع بين آل السنة وبين الأشعارة والخوارج فثمانية عشرة فرقة في القدرية ثمانية عشرة في المرجئة وثمانية عشرة في الخوارج وثمانية عشرة في الشيعة ثم قال ألا أحدثك ألا أحدثك بحديث لعل الله ينفعك به قلت بلى يا رحمك الله وهذا فيه تعليم الجاهل وفيه الإحسان إليه وفيه عرض ذلك بالتخيير وفيه استقبال ذلك بكل الحفاوة لا لا بعد ما ننتهي أنا ما أدري لما يحدث ذلك بعد ما ننتهي هذا أدبا وأيضا هؤلاء القوم الأشخاص بمجرسهم قال بلى يا رحمك الله قال أسلم رجل عهد عمر على عهد عمر بن مرة فدخل مسجد الكوفة فجعلت أجلس إلى قوم أصحاب هوا أهواء فكل من أدعو إلى هوا وقد اختلفوا علي فما أدري بأيها أتمسك فقال له عمر بن مرة اختلفوا عليك اتساكم الله خيان قال اختلفوا عليك اختلفوا عليك في الله أنه ربهم قال لا اختلفوا عليك في محمد أنه نبيهم قال لا فاختلفوا عليك في الكعبة أنه قبلتهم قال لا قال فاختلفوا عليك في شعب المضان أنه صومهم قال لا قال فاختلفوا عليك في صورة الخمس والزكاة والغسل من الجنابة قال لا قال فانظر هذا الذي اجتمعوا عليه فهو دينك ودينهم فتمسك به وانظر تلك الفرق التي اختلفوا عليك فيها فاتركهم وليست من دينين في شيء قال ابو حاتم الرازي حدثت حدثت عن عامر عن ابنهم الأصبهني قال حدثنا يا عقوب الأشعري عن ليس عن مجاهد عن ابن عباس قال تفرقت اليهود الـ 71 فرقة وعلى سنتين وسبعين وعلى سنتين وسبعين فرقة وأنتم على سنتين وسبعين فمن أضلها وإن من أضلها وشرها وأخبثها الشيعة الذين اشتمون أبا بك وعمر عز ضعيف لم يصح لكن هو فيه التمسك بما هو عليه من خير وأيضا العمل على استمرارية ما هو فيه من خير وإن زاد يجعل الزيادة منفردة وأيضا المرء يقرب إلى ربي جل فعلا أيضا بالحذر والتوخي عندما يعرف أصول أهل البدع أقول إخوتي الكرام الفواد المستنبطة الفرقة سنة كونية الفرقة لا بد أن تقع في هذه الأمة الفرقة سنة كونية وعلى المكلف دفعها للبدع أصول وأعظم أصول الأهل البدع الرافض والخوارج والقدرية والجبرية شكر الله لكم جزاكم الله خيرا على العالم بيان طرق النجاة من المهالك على العالم بيان طرق النجاة من المهالك رضي الله عنكم وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ نَعَلَتِ وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ نَعَلَتِ دِينِ رِيَّا فَذَافِقُونَ كَسُقْيَ الْمَاءِ كَانَا وَتِلْكَ عَقِيدَةُ السَّلَفِينَ نَقِيَّا وَتِلْكَ عَقِيدَةُ السَّلَفِينَ نَقِيَّا فَأَخْلِصْي يَتَرَبِّي وَبَارِيكَ عَلَى شَيْخِ النَّبِيلَ الْغُلُقِ وَالضَّاحَ الْمُحَيَّا اشتركوا في القناة